وحقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على مستضيف الصناعة بهدفين دون رد وذلك ضمن مباراة جولة سادسة والثلاثين لدور الكرة الممتازة مباراة لا يمكن التفريط بنقاطها شعار رفعه طرفيها الصناعة والقوة الجوية فأهل الدار يحوم حولهم شبح الهبوط وعم الصقور يريدون منها الانتصار من أجل الحفاظ على أملهم بخطف اللقب نصف اللقاء الأول كانت مبادرات العريقية اللافتة للنظر حتى تقدم بالنتيجة عبر حسين جبار ليضاعف بعدها أبناء القوة الجوية طلعاتهم على دفاعات الصناعة التي استسلمت أمام مهارة محمد قاسم الذي سجل ثاني الأهداف لينتهي نصف المباراة الأول على هذه النتيجة التي لم تتغير حتى في النصف الآخر للقاء الذي شهدت بعض دقائق شوطه الثاني محاولات للصناعة بتغيير النتيجة لكن دون جدوة بهذه النتيجة وصل رصيد القوة الجوية إلى النقطة الثانية والسبعين في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة السابعة والعشرين في المركز التاسع عشر للترتيب العام للدور الممتاز العراقية الرياضية أرشد العطار